في الفلاحة دائما أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أمس السبت أن أسعار مواد تغذية الأنعام تعرف استقرارا كبيرا مفندة بذلك كل التصريحات التي تتحدث عن ارتفاعها وأشرت للوزارة في بيانها أنها وضعت من خلال الدوان الوطني لتغذية الأنعام ثمانية وثمانين نقطة بيع موزع على المستوى الوطني لفائدة البوالين والمربين وبأسعار محددة ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار حسب الوزارة بفضل الإجراءات التسهيلية المتخدة من طرف الدولة لفائدة المربين من خلال اقتناء الشعير والدراء الموجهة لتغذية المواشي والأنعام